السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم عندنا الفصل الثاني التقويم من كتاب ثاني ثانوي فيزياء قبل ما ابدأ الفيديو الكل يشترك في القناة عشان يصلكم كل جديد وايضا في رابط التليجرام في صندوق الوصف الكثيرو عنده اول شي عندنا سؤال 30 الدفع ايش قانونها القوة في الزمن الزخم قانونها السرعة في الكتلة اذا هذا قانون الدفع وهذا قانون الزخم نروح عند سؤال 31 هل يمكن ان يتساوى زخم الرصاصة مع زخم الشاحنة الجواب نعم يصير ليش لان الزخم هو حاصل ضرب السرعة في الكتلة فكتلة الرصاصة صغيرة جدا ولكن سرعتها كبيرة جدا وسرعة الشاحنة صغيرة وكتلتها كبيرة ننتقل للسؤال 34 لماذا تزود السيارات بمواصل صدمات يمكنه الانضغاط في اثناء الاستضام لان هذه تعمل الصدمات على تقليل قوة بازدياد فترة زملية ما المقصود بالنظام المعزول هو النظام الذي لا يؤثر فيه قوة خارجية بس داخلية سؤال 41 هل يمكن ان يكتسب جسم ما دافع من القوة صغيرة اكبر من الدفع الذي يكتسبه من القوة الكبيرة فسر ذلك نعم اذا اثرت قوة صغيرة لفترة زمنية طويلة عندنا هنا 51 عندنا هالي المسألة يبغى زمن التلامس اذا انا فورا نعرف القانون حطيت جبت الوزنها جبت قوة الدفع وجبت السرعة وقانونها كل اتي هنا واطلع الجواب 52 نفس الشيء عندنا A وبي كيف حلها بيكون هذا حلها طلعت المعطيات ثم عوضتها في القوانين بعدين طلعت الجواب وحطيت حسب الطالبني هنا يبغى بولنج اذا اثر قوة مقدارها اعطانا القوة وعطانا الكتلة وعطانا المدة اذا انا فورا احط المعطيات واشوف القانون حسب المعطيات بعدين اطلعها ويطلع لنا الناتج هنا عندنا 57 ضربة لاعب قدس هوكي مؤثرا فيه عندنا قوة مؤثرة وعندنا هنا الزمن اذا نعرف هذا قانون هنا ونعوضه in في second نروح عند 58 هنا يبغى ايش فما الزخم المشترك اذا قانون الزخم المشترك نروح عند 59 هذا 59 وهذا جوابه اما لاي ما اشرح لكيوهم لانه هذول كل اخدناها قبل هنا بس نرجع نكرر يعني هنا بس تعرفين اذا انتي تعرفين الحل هنا 63 هنا A و B طيب ننتقل الحين عندي اختبار المقنن عندنا اول سؤال هنا على جوابه هذا سهل جدا نعوض في القانون اللي اخدنا الدرس الماضي ويطلع هنا الجواب C وهنا سؤال ثلاث نفس الطريقة بس غير قانون هنا وهنا نطلع القانون يطلع A